أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هبى ما ظل صاحبكم وما غبى وما ينطق عن الهوى إنه إلا بحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستبى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلدا أخرى عند صدرة المتها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأوسى تلك إذن قسمة زيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بيا من سلطان إن يتبعون إلا الزن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنا فلله الآخرة والأولى وكم من ملكنا في السماوات لا تغني عني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويردا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الكتاب تسمية الأوسى ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الزن وإن الزن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقاه أفرأيت الذي تولى وأعتى قليلا وأكدا أعرضه علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه صوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المتها وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنوسى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من نظر الأولى أذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سابدون فاسجدوا لله وعبدوه